بالنسبة للكاميرونا على القائمة الاحتياطية في اتصالات طبية ما بين الدكتور أحمد أبو عابلة مع الدكتور دكتور الطبيب للجهاز المنتخب المغربي واللجنة الطبية في الاتحاد الأفريقي في البطولة عشان يتم تقييم موقف بدر بنونوي بت الجهاز الفني للأهلي يعني هي علاقة برضو لها كورونا ولا إصابة عضلية؟ لا إصابة لتوابع كورونا حتى الآن لسه ما تمش تشخيصها بيتم من خلال الأطخم الطبية سواء بين الناد الأهلي أو مع المنتخب المغربي نتمنى إن شاء الله أنه إصابة بدر تكون بسيطة ويرجع يستكمل علاجه في القاهرة حسب ما يتم الاتفاق عليه أو بين الأطباء هنا وهناك